موسيقى وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرق لرجل من المروح بدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرداك ربي كلمتك عجيبة سفقها وتفني الجبال والحرفين منها يسقط سطقها بالمحال أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب وصلنا في درستنا في أصفار العهد القديم إلى سفر لويين وبالتحديد إلى أصحاح 25 يمكن سمعت قبل كده كلمة سنة اليوبيل أو سمعت قبل كده كلمة السنة السبتية أو السنة السابعة ما عندكش تفاصيل إيه معنى كلمة السنة السبعة أو سنة اليوبيل النهاردة بنعمة الرب سوف نتكلم عن هذين الأمرين السنة السبعة أو السنة السبتية ثم سنة اليوبيل إيه هي سنة اليوبيل إلى أي شيء وإلى أي فترة ترمز هذا ما نتعلمه في سفر لويين أصحاح 25 جاهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض أهلا بيك أخ يوسف أهلا بيك أخ يوسف أهلا بيك أخي دائما مشرفني ربنا يبرك بنرحب كمان بالضيوف أهلا وسهلا بيكم أخ يوسف وصولنا إلى أصحاح 25 بالفكرتين دول فكرة السنة السابعة وسنة اليوبيل إحنا قدام حاجة خاصة بالأرض أهلا فعرفني يقصد إيه بسنة اليوبيل أو السنة السابعة بالارتباط بالأرض يعني زي ما اكتفضلت في المقدمة السابع بالنسبة لإسرائيل مهم جداً سواء اليوم السابع الشهر السابع السنة السابعة سابعين سبعة كل دا مهم جداً يعني لو أذكر المشاهد بأن الرب قال من أول سفر التكوين ست أيام وتسترح في السابع كلام دا تكرر في سفر خروج عشرين ليه تشتغل ست أيام وتسترح في السابع لأن الرب في ستة أيام صنع السماء والأرض واصطراحة في اليوم السابع فإذا عندنا اليوم السابع لكن كمان عندنا سبع مش سبعة أيام سبع أسابيع شفناها في عيد الخمسين اللي ييجي بعد السبع أسابيع من يوم البكورة تمام عندنا كمان سبع سنين وده اللي إحنا هنشوفه هنا في الأصح دا وإحنا نتكلم عنه كمان عندنا سبعين سبع سنين اللي هي اليوبيل وده أعتقد القمة بتاعة الروعة الراحة النهائية زي ما هنشوفه إحنا بندرس هذا الفصل العظيم تمام شكرك ياخ يوسف إذن ما معنى كلمة السنة السبعة أنا هأرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال في لوين 25 وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلاً كلم بني إسرائيل وقل لهم متى أتيتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم تثبت الأرض سبتاً للرب ست سنين تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما وأما السنة السبعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتاً للرب لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك زريع حصيدك لا تحصد وعنب كرمك المحول لا تقطف سنة عطلة تكون للأرض ويكون سبت الأرض لكم طعاماً لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي في أرضك تكون كل غلتها طعاماً ماذا عن السنة السابعة يا أخي موسى في الحقيقة زي ما فهمنا أن اليوم السابع الرب قصد دي راحة لشعبه لكن بسرعة إذا كنا نرى في تكوين اتنين راحة طال الله يوم السابت فإننا نقرأ في تكوين ثلاثة بالتعب تأكل منها من الأرض كل أيام حياتك لكن الرب عاوز يدي يعني صورة وتلميح لما سيحدث في الأبدية السعيدة الأبدية فيها عمل الإجابة نعم فيها تعب الإجابة لا يعني هنعمل أه طبعاً مش هنبقى عواطلاجية تنبلة السلطان لكن هنتعب لا التعب مرتبط بالخطية وحيث أن الخطية زالت في السماء الجديدة والأرض الجديدة ما فيش تعم هنا ربنا بيدي تلميح بيشوق وكأننا فعلاً مفروض نشتاق منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الله لكن إلى أن يأتي ذلك اليوم ربنا عايز يدوقنا أو بلغة الترتيلة فتعرفوا شيئاً هنا من فرح السماء من فرح السماء السماء فيها فرح طبعاً إحنا مش دايقين الفرح ده مش مغمورين فيه لكن بيدوقه لنا أحياناً فهنا السنة السابعة ما تزرعش ولا حتى تحصد يعني يمكن ما زرعش لكن أروح أحصد ولا تحصد والرب حيتولاك هل الله اللي أوجد الطبيعة وأوجد الخليقة قادر أن يعتني بنا لمدة سنة؟ طب ما أعتنى بشعب إسرائيل 20 سنة صحيح السنة السابعة بالنسبة لنا إحنا منتظرين الأبدية حيث هناك عمل لكن ليس فيه تعب تمام لكن ماذا عن الأرض الأرض التي تنبت الآن شوكاً وحسكاً هل لها سنة سابعة؟ هل لها راحة؟ يقيناً ما هو لما هترتاح في ملك المسيح ومش بس الرب بيدور على الأرض بس لكن حتى البييمة الحمار اللي شغال في الغيط ما عايز يديله ربنا أجازة كم إلهنا حنان ورحيم ويهتم بالبهام لأنها خلقته هو اللي خلقها وهو يعتني بيها أيضاً الله يريد الراحة لكل خلقتي ولم يجلب البؤس والتعاسى والتعب والشقاء للخليقة إلا الخطيئة الخطيئة بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع كانوا بيعملوا إيه يا أخي يوسف في السنة السبتية ديت السنة السبعة؟ يعني في الحقيقة مش عواطلجية مش تنابلة سلطان لكن لما تقرى في سفر التسنية الصح واحد واحد وثلاتين هتلاقي كلام جميل قوي لما قلنا كده وكتب موسى دفع عدد تسعة هذه الطورات وسلمها للكهنة وأمرهم موسى قائلاً في نهاية السبع سنين في معاد سنة الإبراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إله في المكان الذي يختاره تقرأ هذه الطورات أمام كل إسرائيل في مسامعهم وأعتقد هذا الكلام تكرار لكلام قاله المسيح في سفر التسنية 8 ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله إحنا بنهتم كتير بشغلنا بنروح كل يوم الصبح بادري وبنشتغل مش غلط دواجب والذي لا يريد أن يشتغل لا يأكل لكن وماذا عن أرواحنا أرواحنا محتاجة كلمة الله عشان كده في السنة السابعة وهم ما عندهمش لا زرع ولا حصاد عندهم كلمة الله يشتغلوا فيها وده أعظم من أعظم حقل يجيء بطعام منعش ومفرح تمام شكراك هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيور موسيقى 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 هل الشعب في تاريخه التزم بالسنة السابعة والتزم بالوصية دي؟ بالفضل يا أخي يوسف وبالإضافة إلى أن الإنسان عاصي لكن دول يهود حيسيبوا سنة سبعة من غير ما يزرعهم حيتاجروا مع رباً مش مش هينفع ما يخلصهمش وعشان كده تلاحظ حاجة عجيبة جداً يعني لما نقرأ في التاريخ إن جاء نبو خزنصر وساب الشعب عادة النهاردة المحتل بيسمى مستعمر يعني الأرض كانت مش شغالة هما بيقولوا كده المحتل بيقول أنا بستعمرها لكن اللي حصل أيام نبو خزنصر خربها إنه ساب الأرض خراب طب هما لنت يعني بس تنكد على الناس دي يقولك تعرف إيه تعبير في منتال عجب ورد في سفر أخبار الأيام التاني ستة وتلاتين يقول كده لإكمال كلام الرب بفم إرمية حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال سبعين سنة قاعدوا ربعمية وتسعين سنة ما بيدوش الأرض رحيطة مش بيرايح السنة السابعة مش بيرايح فجمع لهم قال لهم يعني ربعمية وتسعين سنة ما استريحتوش السنة السابعة يعني كم سنة سبعين سبعين في سبعة ربعمية وتسعين طيب الأرض حتبقى خربانة لمدة سبعين سبعين سنة وراحوا السابع حتى تستوفي الأرض سبوتها يعني مش دا إله يعني ما تقدرش بقى توقعي ما فيش حاجة تفوت من عند الرب أبدا أبدا إذن هذا الشعب لم يزبط في هذه الوصية ولا في أي وصية واستغل الأرض وأهان الرب وكسر وصية الرب عشان كده حصده ما كانه فيه في باب اللي هو حصد لما زرعوه بالضبط تمام أشكرك اسمح لي أن تقل إلى الجزء الثاني بدءا من عدد ثمانية المرتبط بسنة اليوبيل يقول وتعد لك سبعة سبوتي سنين سبع سنين سبع مرات فتكون لك أيام السبعات السبوت السنوية تسعا وأربعين سنة ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر في يوم الكفارة تعبرون البوق في جميع أرضكم وتقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعطق في الأرض لجميع سكانها تكون لكم يوبيلا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشرته يوبيلا تكون لكم السنة الخمسون لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها ولا تقطفوا كرمها المحولة إنها يوبيلا مقدسة تكون لكم من الحق لتأكلون غلتها أخ يوسف محتاجين نعرف إيه المقصود بسنة اليوبيل من خلال هذه القراءة كلمة اليوبيل معناها هتاف الفرح بوق الفرح رنت فرح وفي الحقيقة ماعتقدش إن في فرح أعظم من هذا الفرح أنا عايزك تبقى تعيش مع الغلبان اللي مستني صوته اليوبيل ليه؟ لأنه مثلاً باع أرضه افتقر واضطر يبيع ومعندوش أرض واضطر يشتغل عبد مستني سنة اليوبيل عشان يرجع لأرضه وعشان يرجع لعشرته اتفرق الأحباب والإخوات عن بعضيهم مستني إيه الرجل ده؟ مستني سنة اليوبيل بعد خمسين سنة طبعاً ما بتجيش في عمر الواحد تقريباً غير مرة واحدة يعني لو حاصرت يوبيل في الغالب مش حعاصر واحد تاني لأن يعني فلو واحد أساء استخدام ممتلكاته واتباع عبد وبيقع عبد بعد مكان حره بعد مكان لوضعه مستني إيه الرجل الغالبان ده؟ مستني سنة اليوبيل سنة اليوبيل هو حيرجع للملكه الملك حيرجع ليه يعني كل شيء أزمانة رد كل شيء كما أسماها الرسول بطرس في أعمال أصحاح ثلاثة صورة لملك المسيح اللي كل نتائج الخطيئة تزول وتنتهي تماماً فما أسعد هذا اليوم طبعاً ليه تطبيق روحي علينا لكن التطبيق المباشر هو في انتظار الخليقة الذي يتوقع استعلان أبناء الله أيه التطبيق الروحي يا أخي يوسف لينا إحنا؟ يعني بلا شك الإنسان بالطبيعة عبد وفقير ومعدم وعندما وعشان كده اليوبيل تلاقيه إنه مبني على الكفارة أفتكر وإنت بتقرأ حضرتك في عدد تسعة ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر في يوم الكفار إيش معنى السابع العاشر دمها سابع الشهر السابع العاشر من الشهر ده يوم الكفارة وكأنه مبني على كفارة المسيح إيه اللي مبني على كفارة المسيح؟ إن الواحد يبقى محترم وإن الواحد يبقى غني غير كده الخطيئة أزلت البشر أفقرت البشر فيوم اليوبيل ما أسعدنا عندما نستمع إلى رنة الفرح أو لغة الآب وبيقول افرحوا معي افرحوا معي ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ظلا فوجد ارتبط باليوبيل حضرتك أشرت إلى يوم الكفارة نعم لكن أيضا يقول في عدد عشرة وتقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعطق فارتبط باليوبيل أيضا العطق بعدها ارتبط باليوبيل الراحة ألا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها بعد كده بيتكلم عن الاسترداد كل الأراضي التي أخذت ترد في سنة اليوبيل يعني اربط لي اليوبيل والكفارة اليوبيل والراحة اليوبيل والعطق اديني فكرة عن ماذا يفعل اليوبيل يعني شوف حضرتك السنة 49 مش هيشتغلوا فيها لأن دي السنة السبعة مش كده كل سبع سنين بيجي سنة أف يبقى ما يشتغلش السنة 49 وما يشتغلش السنة الخمسين وياكل أيه يعني هو الرب زي ما قلنا لما أكل الشعب 40 سنة في برية أيه هيغلب أنه يؤكلهم سنتين وربعض لكن نظرا لأنها مؤسسة على الكفارة ففي عطق طبعا هل تبغي عطقا من نير الأثام هيا للمسلوب ها قد ظفر المسيح عندما مات وقام بيدي المغلوب بيدي المهزوب بيدي العبد عطقا وحرية وبيدي له كل حاجة اللي موجودة هنا رنة الفرح لغة الفرح تميز الشخص الذي عاد بالتوبة والإيمان إلى الرب وده اللي بتمنى مش بس أن احنا نعرف يعني يوبيل لكن أن كل واحد فينا يكون استفاد من عمل المسيح الكفاري ويتمتع بالعطق والحرية تمام عرفنا في سنة اليوبيل اللي كان متباعه اللي كان بايع أرضه وكل شيء بيرد إلى أصله صحيح واللي كان فرت في حقوقه خلاص بيستني سنة اليوبيل عشان حقوقه ترجع له صحيح لكن في زاوية أخرى لو أنا عايز أشتري قطعة أرض فإن قيمة هذه الأرض بالارتباط بالسنة اليوبيل متغير صح فإحنا عايزين نعرف إعادة تقييم الأرض بالارتباط بالسنة اليوبيل إمتى بتكون غالية إمتى بتكون رخيصة طبعاً لما بعد سنة اليوبيل مباشرة هتبقى الأرض في أعلى أسعارها تمام لأنه لسه قدامي 49 سنة على بقى لما يجي اليوبيل اللي بعده تمام لكن إذا افترضنا مرت 40 سنة من سنة اليوبيل اللي فاتت تمام يبقى أنا هستغل الأرض دي أدوبك 9 سنين خلينا أقول أنا مش هشتريها أنا هستأجرها أي لمدة لغاية لما يجي سنة اليوبيل وبعد ذلك ستعود الأرض إلى صاحبها الأصلي إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نابوت اليزرعيلي وقلنا إزاي الرجل اتقد رفض أن يبيع لأنها مش بتاعته ده الرب بيقول هنا أنتو بضيوف عندي أنا صاحب الأرض أنا صاحب الأرض وأنا يصحب أضيف عند أخ وبعدين يجي واحد في غيابه ويقول لي بتبعش الشقة أقول له لا ده أنا ببعها كام اتقيتها أي حاجة وخد الشقة ينفع الكلام فأنا ضيف عند الرب لا أستطيع أن أبيع الأرض لا تباعوا بتاتا لكن قيمتها تتناقص كل ما قربنا إلى اليوبيل عشان كده الرسول بطرس بيطبق الكلام ده عملي فبيقول لنا بما أن هذه كلها تنحل تنحل أيها ناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى واحد قال لو لوط وهو طالع من سدوم الصبح بدري وحتتحرق سدوم وعمور خلاص هو عرف من الملاكين حتتحرق واحد قال له في صفقة محترمة صفقة القرن ده حاجة ما حصلتش قبل كده تشتري ولا بلاش اشتريها اشتري معا ما حتتحرق تمام أنا طالع منها عشان أول ما أحط رجلي براها هتولع اشتريها أعمل بها ايه العالم يمضي وشهوته وهيئة هذا العالم تزول وهذا ما نحتاج أن نذكر أنفسنا به دائما وأحبانا المشاهدين أنه قريب جدا نقطة النهاية لهذه الأرض ستأتي أيها قريب جدا هنسيب كل حاجة وسنة اليوبيل قربت جدا فما نخلناش نضيع وقتنا في الأرض اللي مناهيش تمن خالص دلوقتي نزبوط ونحط كنزينة فوق وحيث يوجد الكنز فهناك يوجد القلب هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الوقت عرفنا هنا بأن اليوبيل في سنة خمسين ورقم خمسين ده بيفكرنا باليوم اللي نزل فيه الروح القدس هل فيه ارتباط بين الاتنين ولا مش ارتباط مباشر لكن نقدر نقول أنه بنزول الروح القدس يوم الخمسين بدأت فطرة مجيدة من فترات البشرية ميزها النعمة ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس وإحنا عايشين فيها بدءا بيوم اليوبيل اللي هو الخمسين هنشوف يوم المجد فالنعمة ظهرت ونحن ننتظر ظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح دي واحدة الواحدة التانية أن يوم الخمسين انسكب الروح القدس بس مش على كل بشر على مية وعشرين كانوا موجودين في البيت وفي يوم الخمسين استقر الروح القدس على المية وعشرين وطفقوا يتكلمون بألسنة وبطرس لما تكلم قال يا جماعة الناس دول مش ثقارة لكن ده إتمام جزئي لما تكلم عنه يؤيل النبي في أصحاح 2 ماذا قال يؤيل أصحاح 2 في آخر الأيام بعد هذا أسكب روحي مش على مية وعشرين واحد ولا على تلات تلاف واحد أسكب روحي على كل بشر يبيزا يوم الخمسين انسكب الروح القدس على فريق بينما في اليوبيل عندما يؤسس الملك الألفي سيسكب الله روحه على كل بشر هنا ظهرت النعمة وهناك سوف يظهر المجد تمام شكرك أخي يوسف عندي تعليق على هذا الفصل أصحاح 25 كله مرتبط بالأرض أي سواء كانت السنة السابعة أو حتى سنة اليوبيل مرتبط بالأرض تمام يعني ميراث الشعب أي في الصح السابق عرفنا أن الشعب نفسه محفوظ حتى هو نايم لكن هناك منارة هذه المنارة دائما منيرة والشعب نايم مركزهم محفوظ تمام هنا يتكلم عن الميراث أي حتى لما الرب قضاءا طلعهم برا الأرض سبعين سنة لكن رجعوا تاني للأرض صحيح وهم الآن مشتتون مرة أخرى مش في الأرض نتيجة رفضهم لابن الله وقالوا داموا علينا وعلى أولادنا لكن الأرض سنتكلم مرة أخرى عن الأرض هل الميراث سيضيع هل ميراث هذا الشعب سيضيع الأرض وهل ميراث المؤمنين السماو ممكن يضيع في الحقيقة لا هذا ولا ذاك لماذا؟ لأن ماذا إن كان قوم غير أمنا ألعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله الإجابة حاشة بل يكون الله صادق وكل إنسان كذب إذن هذا الشعب ليه مواعيد اللي هو العهد الإبراهيمي والله لابد أن يتمم هذا العهد من أجل الآباء وده كان قبل النموس وده كان قبل النموس من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم من جهة الإختيار هم محبوبون من أجل الآباء الله قدم وعيد لإبراهيم وإسحاق ويعوب معقولة ربنا يقول لإبراهيم ما عليش يا إبراهيم يعني طلع شعبك مش قد كده فأنا لغيت الكلام معا ينفع الله لما بيقول كلام الله قد كلامه طبعا صحيح وزي ما هم محفظ لهم ميراث في الأرض وإذا فشلوا في ذلك سيؤدبوا لكن هياخدوا الميراث إحنا كمان محفوظ لنا بس مش ميراث أرض إحنا لا علاقة لنا بالأرض لكن ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل بالمفارقة مع ميراث إسرائيل الذي فنى وتدنس بالأمم واضمح الله بريقه لكن إحنا ميراثنا لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محرسون يبقى بالنسبة لنا إحنا محفوظ لنا الميراث وإحنا محفوظين للميراث فيالعزنا بذلك الشخص المني إذن صدق موعيد الله للأباء لابد أن تتم وهذا الشعب يارث الأرض مش لأجل فضل فيهم لكن وعود الرب السابقة للأباء وكتوعود غير مشروطة لأنها قبل النموز الوعد الإبراهيم الخاص بالأرض إحنا ميراثنا لا يتدنس ولا يفنى ولا يضمحل أي محفوظ ونحن بقوة الله محرسون عايز أخذ تعليق أخير على لما بيقول إذا وإذا وإذا إذا فتقر أخوك يعني هنلاقي واحد فقير مع أن قصد الرب أن في وسط شعب وما يكونش فقير أو لقيت واحد بقى عبد مع أن قصد الله ما يكونش فيه عبيد من شعب الله لشعب الله يعني فكرة واحد عبد المتسبب في كل هذا وما هو العلاق المتسبب الإنسان بخطيئته الله لما دخلوا الأرض دخلوا كلهم كأسيات وصيرهم قياما زي ما بنقرأ في سفر اللوين إذا الله عاوز شعبه يكون حر وإن حرركم الأبن فبالحقيقة تكونون أحرار أما الإيه اللي جاب الغلب والعبودية والبؤس الخطي لكن تلاحظ يا أخي حاجة تلفت النظر أن هناك شخص فريد لا نظير له افتقر أي وصار عبد أي وهو الحر وحاشى أن يكون له أدنى علاقة بالخطي وهذا العبد يعني اللي يميزه 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 الحب لدرجة أن نقرأ طبعا تعرف أنا وأصد إيه العبد العبراني بالضبط يمكن المشاهد غير مشروعة أن الشعب لم ينفذ وسيط السنة السبعة وفضل 490 سنة لم ينفذها فالله أرسله للسبي لمدة 70 سنة ليستوفي الأرض سبوتها فهمنا أن معنا اليوبيل هتاف بوك ورنة فرح وفيها أزمنة رد كل شيء فيها صورة الملك المسيح إحنا اليوبيل بالنسبة لنا هو الراحة الأبدية والأبدية اللي فيها عمل لكن ما فيهاش تعب شفنا أن قيمة الأرض بتتناقص مع اقتراب سنة اليوبيل وده بيرفعنا في عالم يمضع شهوته أن نكون حالنا طالبين ومنتظرين سرعة مجيه شكرا ربي بارككم شكرا يا خيوز ربي بارككم عزيز المشاهد تعلمنا في حلقة اليوم أن سنة اليوبيل مرتبطة بالكفارة وسنة اليوبيل هي سنة العطق وسنة اليوبيل هي سنة الراحة وسنة اليوبيل هي سنة الاسترداد وكل شيء أخذ من بين أيدينا سوف يسترد آه في يوم جاي كل ما فقدنا سوف نسترده في يوم جاي هنستريح في يوم جاي سوف نتمتع بملء الراحة بس عايزة أفكرك أن هذه الأرض هذه الأرض المغتصبة الآن سوف ترجع إلى مالكها الحقيقي الشيطان اغتصب الأرض الآن الشيطان يعبث في هذا العالم الآن أريب جدا هذه الأرض سوف ترجع لمالكها الحقيقي في أزمنة رد كل شيء عندما تمتلئ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر وعندما تصير كل ممالك العالم للرب ولمسيحه وعندما يتم قول الكتاب اهتفل الرب يا كل الأرض للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها احنا نسيب الأرض أريب وسنة اليوبيل تقترب وعلينا أن ندرك أن ما بين أيدينا الآن سوف نفتقده أو سوف نفقده تعالوا ترجم كل تعب في الأرض إلى عملة السماء إذن يا إخوات الأحباء كونوا رسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب والتقي بيك عزيز المشاهد في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال حيا زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهب أدي يشهد عن كتابي إنه كتاب الكتب أدي كلمتك ترو وتعزي في الجروح وتميز كل ضغم أسرب لرجل من المروح حدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرداك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرفين منها يسقط صدقاء قدام المحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر